بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجزء الرابع من الشرطر السادس هنتكلم فيه على منحدات قياس الزاوية باستخدام حاجة بنسميها الديجري والمنت والسكن او درجات ودعايق والسوانين في الطريقة دي احنا جينا لمحيط الدايرة وقسمنا الى محيط الدايرة دوت الى 360 قسم كل قسم منهم سمية واحد درجة ديجري وبعد كده اخذنا الواحد درجة ديت اسمناها الى 60 قسم وكل قسم من الاقسام ديت سميناها دقيقة منت وبعد كده اخذنا الواحد منت بعد كده اسمناها الى 60 قسم تاني كل قسم يسمى وان سكند يبقى ان محيط الدايرة هنا اتقسم الى 360 ضرب 60 ضرب 60 بس الناتج هنا يكون بالايه بالسكند بالسوان الواحد درجة الواحد درجة علاقتها ايه بالنظام الريديان تساوي باي على 180 ريديان والواحد ريديان تساوي 180 على باي ده الواحد ده الواحد ريديان انا قسمت الدائرة فيه الى كم قسم رئيسي نقول نقول قسمناها الى 360 قسم رئيسي يساوي اكس اللي انا معرفهاش اللي هي قيمة الزاوية بالتقدير الدائري انا عايزة احاول للتقدير الدائري على انا قسمت محيط الدائرة اللي كان قسم رئيسي اتنين باي يبقى على اتنين باي معنى كده ان قيمة الاكس تساوي اتنين باي ضرب سيتا تقسيم 360 اتنين عندي وباي معروفة وسيتا هي قيمة الزاوية اللي انا عايزة حولها و360 ده رقم ثابت لان انا قسمت الدائرة ل360 يروح مديني قيمة الزاوية بس خلي بقى لك ان في الحالة دي هيدي قيمة الزاوية درجة وكسرها فيه على الالة الحسبة زراره عامل كده علامة الدرجة وبعدين 3 كم لو دست على الزرار دوت هيحول لي الرقم دوت من درجة وكسرها الى درجاته دعاءه ثواني وتظهر لي مباشرة الى درجاته ودعاءه وزراره طيب تعالى للعكس عايزة حول من الريديان الى الدجري هقول هعمل نفس الحكاية هاخد الزاوية سيتا برضو بس المرة دي هقسمها على 2 باي لان ده النظام بتاعه يساوي اكس اللي انا ما عرفهاش اللي هي قيمة الزاوية اللي انا عايزها على 360 انت عايزت اجيب ايه تقول لي عايزة اجيب اكس اقول لك خلاص يبقى اكس تساوي سيتا في 360 تقسيم 2 ضاوية يبقى انا كده حولت وعرفت اجيب قيمة الزاوية سواء هو الدهالي بالتقدير الستيني او بالتقدير الدائري لو عندي 135 درجة وعايزة حولها للنظام الستين اقول لالله 135 على 360 تساوي اكس على 2 باي يبقى كأن قيمة اكس تساوي 2 ضرب باي ضرب 135 تأسيم 360 التأسيمة دي كده تطلع لقيمة الزاوية بالتقدير الدائري طيب 540 درجة نفس الكلام 270 درجة هي هي نفس الكلام نفس المعادلة دي بس كل حكاية هاشيل بدل مدينة 135 عوض عنها 143 مرة التانية ب540 مرة التالتة ب270 مجرد تغيير الرقم ده فقط وهي ديني القيم مباشرة فيه نظام بيسمى الجراد سيستيم او الجان سيستيم في الجراد سيستيم او الجان سيستيم دوت انا باخد الدائرة اسمها الى 400 قسم كل قسم يسمى 1 جراد او جريديانت ال ال الواحد جراد اولا انا قسمت محيط الدائرة الى 400 قسم كل قسم منه يسمى واحد جراد خدنا بعد كده الواحد جراد قسمناه الى 100 قسم وسمناه سنتي جراد جينا بعد كده خدنا الواحد سنتي جراد وقسمناه إلى 100 قسم تاني أصغر سمناه سنتي سنتي جراد يبقى كأن محيط الدائرة في الحالة دي اتقسم إلى 400 ضرب 100 ضرب 100 تطلع في الحالة دي 4 مليون قسم ده بيسموه التقدير أو التقدير الحديث في العربي بيسموه التقدير المئوي لأنه بيعتمد على المية في جميع حالاته لو جينا أخذنا زاوية زايدية أي أن كانت قيمة الزاوية ديت لو هو مدهالي بالنظام الستيني أو بالنظام الدائري أنا أقدر أحولها لأننا اتفقنا بأخذ الزاوية سيتا على 360 ده لو النظامها ستيني تساوي X اللي أنا مش عارفها على 400 لو أنا عايز أحولها للجراد وفي الحالة دي هقدر أجيب X بي التقدير الحديث اللي هو الجراد والسانتي جراد والسانتي سانتي جراد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة